موسيقى 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 موسو detached طمنا برضو. قلت لها طب عايز اروح المشروح. عايز اشوف بس هو ولا مش هو. روعت اليدن ايه مع الدرون. اغدى للطلقات في دهر. حسب الله هو نعمل وكيل. حسب الله هو نعمل وكيل فيهم. يد محياله بدري. يد محياله بدري زنبه ايه? زنبه ايه? هو خارج من شغله. زنبه ايه? اتضرب التلت طلقات في دهر. زنب ايه? حرام ولا مش حرام? ما هي مطالب مدام نسرينة التي تطالبين بها? حقي جوزي. عشان هو كان رايح نازل لشغله. هو بص ولا بتاع مزاهراته. ولا بتاع اي حاجة. ولا بتاع مشاكل. ولا بص برساية كلها فيها كام اسم ملهوش ولا سابق اول حاجة. حرام يقول عائلهم كده اه بلطجية ومش عارف انا اقول حرام حرام. حرام ده انا جوزي بيش ظلي وعارف ربنا. وبيصلي اتنين وخميس. حرام عليهم كده الاتف gear شبابلو بادري. حرام والله. حسب الله وانعمال واكل فيهم. حسب الله وانعمال واكل فيهم. ليه جد هيدا يا عشباب البلد. ليه? ليه حرام. حرام الليهم بيعملوا فينا دوت. عايز منن ايه? هم عايز منن ايه يعني ده حرام. ده ظلم. ده فترة. والله يز vislumبو فترة حرام. حرام يتنين معيه لو بادري. ابن داي ده انا معارف شابوه ليه؟ ليه؟ كم من الاولاد تركا واقي؟ احمد اربع سنين ومحمد سنة اللي اعيالي طلعهم ما عرفش باباهم ليه ليه كده حرام البقاء ودهم لله وما زلنا في منزل الشهيد واقل احمد البدوي ونلتقي مع الحج احمد البدوي الشيحات البقاء لله حج احمد ويعني كيف استقبلت الخبر وماذا فعلت وما هي المطالب مثلا اذا كانت هناك مطالب اخطه بتكلم في التلفون جالها تلفون منهم من اهل زوجته قاتوا تعالوا من الوقتي يروح عنده وقل مات اقول تلات صوت في البيت انا معي تلفون منزلة اتلات صوت في البيت ايه في ايه اخويا مات ومنا اتصلت معي برقمها اتصلت بواقل الاول ما فيش تلفونه راح اتصلت برقم زوجته والدته ردت علي قلت لها باسمعين وقلت عيش انت مواخزة نروحت نزلت لوحدي ما قال اي حد لبست جابوله هدوم في المشرحة يعني مواخزة جابوله الحزاء وبالشراب بالشاكد في المشرحة هناك لبستهم هناك رايحة تلقيت واحد صحبي يعني من العيلة يعني قال تعالى ابو اسمعين تعالى تعالى طوائلة هو وائلة دخلوني المشرحة بقصوا بيفتحولي الصندوق قالك تأول جسة جاية ايه داخل المشتشف عشان هما ايه هو رقم ثلاثة في رقم ثلاثة الزابط وامين الشرطة وهو الثالث وبعن بوزت لقيته طبعا ما داشا عن نفسه اخدونه واقعدونه برا كيف تم ذلك يعني عندما علمت بذلك سألت كيف تحريت عن الواقع نفسها كيف وعن زباء زملاته حتى اللي بليل الكلام ده انه قلت البلع في جلدة الاهلش قلت لهم ايه حتى ما يعني محس من كلام ايه زملته قالت ااخد مني شندوقيتش ويكلم مراته في التلفون هو بيكلم مراته في التلفون قال لهم ايه طب روح انتوا بقى ايه ستات انا اروح ايه ابو عجر محل ترسي بيعمل في التصليح يعني ايه يجي له عشان ايه عشان بيساعدني بساعد والدته انا عامل قلب مفتوح والدته بقى لها سنتين مشلولة طبعا ما بتاخد مصاريف جامدة في محمد علي امام كلية التربية ومضروب من الكناصة عشان اللي ايه يعني المفاجأة الزابط الزابط ويعامين الشرطة مضروبين من الكناصة برضه بشهود من السجن يعني الشهود من السجن قالوا مضروبين بالكناصة ليه بيعمل فينا كده ليه ويطلع وبعد كده الدكتور مرسل كيف ذلك حج احمد يعني الزابط وامين الشرطة كيف مات بالكناصة ما الذي يعني اجبرك يعني ما الذي يعني ما هو الدعاء ان تقول ذلك كيف علمت ذلك يعني علمت من قناة النهار واحد محامي طلع قال قال لك مضروب من الكناصة بشهادة مأمور مأمور السجن وشهادة زباط السجن يعني قناصة خارج السجن يعني بس بضربة عشوائش ما مش عارفين جات في جات في الرجلة بتاعتهم يريدها جات في المأمور او جات في كلهم ما جاتش في الشباب دي ازاي الورد دي ايه يعني ما ييتب ابني ما ييتب ابني هيعمل ايها عن ابني لأ يعني مينها يا رب دي قال الوقت راجل مريض ما نشعايش الوقت مش عايش كمان شوية اكسم بالله انا بنام في يوم نمت على الابلة عجلنا بنام ما اقزل واحدة وامراتي الوحيدة مشلول ما اقضيش تشيلها بنامها قريبة الحمام نمت اكسم بالله نمت على الابلة وشاهيتها نفسي الحجة احمد البدوي يعني والد الشهيد وائل ما هي المطالب التي تريد ان تقولها مطالب العدل العدل والقصاص يعني اطلب العدل والقصاص يعني ما اطلب مطلوب مش اطلب ايه بول يعني اطلب العدل والقصاص منهم يعني زي ما عمل في الاهلي والرضى الاهلي اللي هم اخد اخدوا ديه اولادهم ومراد مرس باشة تروح لواحد في دمانهور تعز الشهيد واحد في دمانهور وما سأللش عن 47 واحد في برصعين هي برصعات ديه ما هيش تبع مصر ولا تبع ايه ويطلع يومها في التلفزيون يهني يهني الشرطة ويقول لك هبعط لكم عنجزات اشكروا عنجزات نعملته وبتحك للاهلي هو الاهلي دي الحياة الحكومة الاهلي الحق احمد البدوي البقاء والدوام لله وما زلنا في منزل الشهيد واقل ونلتقي مع شقيقه البقاء والدوام لله ويعني كيف استقبلت الخبر وما هي المطالب التي تطالب بها انا كنت ماشي في الشارع فجال التلفزيون من نقطة قدت لحق اخوك في المشتشفى الامير بيقول اللي هو تعبان مسافة لما وصلت الشارع كلها متأفلة ضرب نار ضرب نار صايب انا واحدة برضو وانا ماشي في الكويت وقعت نزلت قدام بيتها الضربة ماتت والشباب كتير ماتوا ومبقت الشارع كلها متأفلة قدامنا فانما رحت لفيت فاخوتي عادوا يعيطول تعال انا مش في دماغي وقعت نزل على شغله ورايح ومتكلم مراته وقال لها نراح شغل الثاني عمل الثاني لان وائل كان نظامه اللي هو بتاع مستحته بتاع شغله ماليش ولا مظاهرات ولا لنا وادي ولا لفد اي حاجة في الدنيا لان كان نظامه صوم وصلاة وعبادة ماليش ولا بيش بمكيفات ولا حاجة اللي هم مطلعين علينا بلطجية لا وائل اخوية كان من المسلمين من المسلمين على حق مش الاخوان اللي على باطل اللي عاملين حفلات وجابين رقصات وائل اخوية كان مسلم على حق وائل اخوية حمال حزب الله ونعم الوكيل اللي يطلع جزء عيال زي دول ما عرفوش ابوهم ما عرفوش ابوهم ولا واعدان الاستثمار ده قطاع خاص فان مستقبل عيال زي دي فان فان احنا احنا قطاع خاص ارزائية كلنا فان فان واحد زي ده يطلع وفان واحد زي ده يطلع فان ما هي مطالبك مطالبهم تأمين حياتهم تأمين حياتهم تكصص من الشرطة لان الشرطة هي البلطجي هي البلطجي وده 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 لما احنا قلنا الوقت الرئيس المرسي بيتكلم بيقولك الشرطة وبيبرك للشرطة منان انت كنت بتزلزلم من الشرطة شقيق شقيق الشهيد وائل البقاء والدوام لله و يعني كنا كنا في منزل احد الشهداء في برسعيد نواصل معكم على مدار اللحظة متابعة الاوضاع وردود الافعال في الشارع البورسعيدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة